اختفت، زي ما قلت لحضرتك بالظبط الحفلة خالصت على حوالي الساعة 12 بعد نص الليل وبعد كده هم طلعوا وضعوا يعني كانت دخلته؟ دخلت ايه وهباب ايه؟ دي بالها اكتر من سنة مرمية عنده في البيت اكيد هي اللي قتلت؟ ايه دي يا مدام لو سمحت السيدة عبد الحميد فاندل انت سيبت الحفلة مع الضيوف ومشيت مش كده؟ اضبوط يا فاند المرحوم مبارح كانت حالته ايه؟ يعني كان متوتر متدايق جاله مكالمة التليفون ازعاجته خالص يا فاندل بالعكس تماما دي كانت ليلة لطيفة جدا وزي ما قلت لحضرتك معالي الوزير شفيق الجمل كان موجود معانا وشهد على عقد الجواز بس هو في حاجة لازم حضرتك تعرفها مرطبي مبارح الصبح اتنازل عن شركته داليا هانا يا مسبتي يا مسبتي السودة ملحقيني يا فاردوس اكيد هي اللي قتلته بعد ما تجوزها عشان تاخد كل حاجة ايش معقول ايش معقول يا هانم اللي حضرتك بتقولي ده انت تخرز خالص ما اسمعش صوتك انت كنت عارف كل حاجة بينهم مالهي هي ربط ليه؟ ثابت الفيلا ليه؟ حضرتك انا لما طلعت لهم مبارح عشان اقول لهم ان مدام ليلة تحت هي ساعتك تلابس بورنوس انا مش عارفها اي غيرت ودومها امتى ولا طلعت حتى من اني حدة انا خلصت ابيت حد بيه ليه لغمار يا دكتور؟ ما اعتقدش اني فيه شبهة جنائية ازمة البيهة حد ده اللي واضح من خلال الكشف المكداء والمعاينة للجثة والتقرير المفصل هيبه بعد التشريح شكرا يا دكتور بعد ازنا حددك حبيبي مست مراد بسرعة شوية يا ابن يا حبيبي يا مراد يا حبيبي يا مراد ادرتك المغرب ادرتك المغرب شوفت يا مغتار ادرتك ادرتك اوه يا حبيبي يا مراد اوه بسرعة يا ابن تهوهو المترجم للقناة 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 بس الطب الشارع قال انه اخد مناشط جنسي يعني هي السبب ده قانون انا ملوش اي معنى بابا مات وده ليه على زمته اصدك ايه انت راخل مقصدش حاجة بس ده اللي حصل داليا دلوقتي ممكن بمحام صغيرة تعرف تثبت بسهولة جدا ان الشركة بملكها زي ما يا سيد عبد الحميد قال العودية تسجلي شركة اي ده اللي ملكها انا مش عايز اسمع حد بيقولي الكلام ده خالص ما تتكلم يا عبد الحميد ايه الحل يا جماعة يا جماعة تنسين ان داليا بعد الوفاب اختفت عايز تقولي ايه عايز اقول ان انتو مفيش قدامكم غير انكم تنتظر لما تظهر وبعد انت تتفاوضوا معاه مش هيحصل اللي اسمها داليا دي مش هتاخد جنيه واحد من فلوسنا يا سامح به داليا متأكدة وعارفة كويس ان الشركة مكتوبة باسمها سوريا يعني ممكن جدا بعد ما تظهر تتنزل لكو عنها هو انت مجنون يا عبد الحميد انت عايز واحدة جربوعة جاية من الشارع لا لها اصل ولا فصل تتنزل عن صاروة نزلت لها كده من السم عشان خاطر عيوننا مفيش حل لغى ان احنا نقبلها اتفاوض معا لما تظهر بقى قالي كتير مكلتش كده ايه انا عشرة مرسيين على فان يا ابنشي كميلي اكل حبيبتي مرسي اوعد عشان تسلامي شو زحى وعد تسلامي هيا تات عناكي حبيبة بغدالي 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 لا يا سيدي دفتك على رأسنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم عيسى قال فيما معناه من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنهم كربة من كرب يوم القيامة ربنا يبارك فيك يا ابن حبيبي يا رسول الله طب انت ليه مش عايز تيجي طعب معايا في شققتي لا يا عم شكرا ربنا انا معاليا من فضله بالاخوة والاحباب الكتير والله انا ما عارف اقولكو ايه انتو كرامكم ملوش وصف سيد العفق ماشي يا امي انا همشي وان شاء الله يشفيك بكرة على العشان خلاص خلي بالك على نفسك يا سيد ربنا هو الحافظ ربنا يحفظه السلام عليكم عليكم السلام عليكم املكو الشي اخوك ده طيب قوي اه هو طيب وانا الشرير بقولك ايه هو انا مفضل مزجونة هنا لحد انت يعني كلها كم يوم ان شاء الله وتقرير المعمل الجنائي يكون خلصوا ويحفظوا التحقيق ده اذا كان المرادة الله يرحمه مات موتت ربنا هو انت شاكك ان انا اللي قتلت مراد اكيد لا يا طب وبعد ما التقرير يطله شوف انت بقى عايزة تعملي ايه والله انا شايفة ان اول حاجة لازم اعملها ارجع الشركة اللي مولاد مراد تلايه مواصر وماصر كمان انت تتجننت يا بنت انت ولا ايه شركة اللي تركعيها انت عارفة الشركة دي رسمالها قدين خمسمائة مليون جنيه نص مليار اه بس مش من حقي هو ايه ده اللي مش من حقك ولا من حق اولاده انت عارفة صاروة مراد برا الشركة خالص تسوى ديه فروس كتير كتير قوي الشركة دي ما تجيش ربقها اصلا وانت عملتي حاجات كتير حلوة المراد هتاخد الشركة دي من حقك وانا هينفع اعمل كده؟ انت لازم تعملي كده مراد الله يرحمه كان اهم بني ادم في حياتي وانا عارفة كويس قوي عند ايه الشركة دي خدت من حياته ومن اهتمامه عشان كده انا بقولكو في اول اجتماع لي يا بيكو ان كل حاجة هتمشي زي مكان مراد عايز وكأنه عايش بالزبط اي عقود اي مستندات او حتى اي شراكة اي عقود القرار فيه هيكون زي كأن مراد موجود وانا عايز اكو تساعدوني عشان دا يحصل دالي هانم فيه زيارة ضرورية جدا لازم تحصل البنك علشان نسجل توقيعي لان دا اللي هيتم بيه صرف الشكات اللي باسم الشركة مفهوم وامت المفروض دا يحصل ممكن يا فاندم بعد اجتماعه وباشرة اتمنى اذن حضرتك احنا بعد وفاة المرحوم مراد فيه اقول كتيرة جدا لازم ناخد قرارات فيها لان دي مرحلة تانية لا براو قاعد على كرسي بابا وكمان عاملها اجتماعا هو انت فاكرة نفسك بقيت صاحبة الشركة دي بجد ولا ايه؟ انتو دخلتوا هنا ازاي؟ اطلب الامن يا سعد ايه؟ اطلب الامن يا حرامية يا واطية والله لا رجعك الشرع اللي جتي منه هترجعي الشرع بيه بس انت بس انت هو ايه دا اللي ما يصحش يا السيد عبد الحميد اتسامح بيه؟ ويا ترى فين مختار بيه؟ وايه رأيه في اللي بيحصل هنا ده؟ الامن فين؟ امن؟ انت تذكر الخطة اللي عمتها عشان تاخدي اخوية واتموتين وتسرقين هتك منت؟ لايه الهين؟ والله هادخالك السجن لايه الهين سامح بيه؟ احنا ممكن ندخل المكتب نتكلم بجدوك مكتب ايه؟ يطلعوا برا برا؟ مين دا اللي يطلع برا؟ انت اللي تومي تطلع برا؟ قومي من على كرسي بابا؟ انا حطرت بشاركة اخوية ومش حطرت بشاركة مرادة بارس انا حطرت بشاركة مرادة بارس كبيرة عليكي قوي بكارسي ده يلا ايتي اللي حطواي برا شكتوا هاخدها فهنا هاخدها لا 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 ناس اليدا كشبت انت مكتنون؟ ناس اليدا كبيرة عليكي قوي يا واطسي ترجع الشارع اللي جتي منه تفضلوا طيب يا جماعة حس كده الاجتماع خلص تقدروا تتفضلوا ترجع الشارع ترجع الشارع ترجع الشارع ترجع الشارع ترجع الشارع ناس الاشتراك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولا كان معايا فلوس اللي انت عملتيه معايا ده مش هنسهولك طول عمر ربنا يقدرنا على فعل الفير فاكرة يا لوبنا اليوم اللي انت جبتيه فيه اه طبعا فاكرة دي كانت اصعب حاجة عملتها في حياتي انا مش ممكن حنسى شكلك وانت واقفة بطعياتي على باب الدار لما سلمتيني شاهيم ماشي اهو كله بيعدي ما من الواحد دايما يدور على فرصة يعود فيها اللي فات طب وموضوع الطار اللي كان على بابا اللي هربكم من بلد لبلد ها لا لا الراجل مات انهي راجل الراجل اللي كان عايز اقتل جوزي وخلاص دلوقتي هيرجع لداره وبيته والحيات اللي كانت ضايع من لنا رجعت لنا تاني خلاص بعد كده ما فيش حاجة هتخوفت مانده مساء وانا مش عارف اقول لك ايه ما كانش في مكان امن من هنا وحط ابني فيه هعز علي فرائك قوي بس ان شاء الله من هنا ورايح هنبقى نزورك انا وشاهيم ان شاء الله يا حبيبتي تتلقوا يلا يا حبيبي يلا بيدوا هاشم سيد ابقزار عند اربع مطارين امرتاجين عايش ما بين العلوزة ومشورة هي عانوين لاربع محلات بتوغل المصاري في الشغل الان ما بتنتقش ليه بفكر الراجل ده بيرجع من الده البدله تحت البيت لا انا افكر في حاجة تانية عايزة لها فطون وراشد لسه فكر مراتي الست الوحيدة اللي حبتها في حياتي وراجد ده مش بس ابنه عمي تأخوي اتربع لك تافي كل ما كنت كل ما كنت مالفه وشي ما شوفش غيره احنا عايشين في بلد فيها مئة مليون بني ادم فيها جحور ياما وشقوق ياما ومسير الحي يتلقى حي يتلقى حي يتلقى حي يتلقى يونسي بتعارف ان انا متجاوزوا عند عائلة؟ ما عرفش عنهم حاجة بهلي خمس سنين اللي شبهنا هينفعش ببصوا الورق لو بصوا الورق برجعوا موسيقى 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 أنا كويسة الحمد لله إزاي حضرتك وبرضو أعوز ماتك كترة قوي الفترة دي لا إن شاء الله طبعاً هاجي مختار؟ آه مختار هقوله طبعاً أكيد أكيد هيجي آه 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 لا مش فهمة مين الناس دي شكراً على الزومة مع السلامة السيادة مع السلامة لسه ما ردتش عليك برضو؟ لا لسه انتم مش كنتوا مع بعضي في الشركة سرتها ليه؟ قلت لعندها مشوار مهمة. هي سابتني من هنا والوزير شافيك جمل كلبني من هنا. عملين عزومة ولازم نرغب. يا رب تكون هيا. اهلا يا داني. بسم الله وان شاء الله ومين الامر اللي معاك ده? ده ابني. طيب تحافظ وجوه. لو سمحت يا مختار. يعني كل ده كان كذب. بتستعبطيني. انا هو مرد. انتي ايه؟ اشتانة. على فكرة انا عارف كل حاجة عنك. العسلية. عسلية؟ اه. مش راشد الغول البلطاجي. كان جوزك. ولا محروس. سواء التاكس بتاع اسكندري. ولا طارق ابو الودي اللي نام جوا. لا انا انا مش فاهم حاجة. وانت ايه اللي سكتك كل ده؟ عشان حمار. غبي. اكتر من سنة. انا عرفت عنك كل حاجة بعد ما عملتلك الفيش. عارف اسكندت ليه؟ عشان صعبتي عليها. قلت ازاي واحدة ناسي كل حاجة في حياتها اللي فاتت. نيجي احنا نحسابها عليها. كده ليلى كان عندها حق. انتي اللي قتلتي مراد. انتي اللي قتلتيه. خلصت. لا مخلصتش. انا لغاية دخلتك عليها بالودع على ايدك. انت ممكن اعمل اي حاجة علشان انفع عنك. ان شاء الله لو حياتي. انا فكرة انا مش حاسة بالزن. ولا عقد اعيطلك وقالك سمحني عشان حياتي كان كلها ظلم قبل كده. انتي تجوزتي تلاتة. وتحبت عليها. لو سمحت اسمعني ما تقات عنيش. انا البني ادمن اللي بقفة قدامك دي. بلها سنين. بتجري وخايفة. وهربانة. وكل ما لقي ما كان استخبى فيه من الشر اللي بيجري وراي. قالقي الظروف بتجبرلي انه احرب وجريت عني. لغاية ما لقيت مراد. وكان لازم عمل ان نعمله. وانت على فكرة بساعة تاني. انت هتخرفي. انا ما بخرفش. يوم ما مراد خبطني بالعربية. كنت هربانة من المينيا. وانت عرق ابو ابو. وبرضو بعد ما انكشفت. انا فكرة اللي لدي كويس ابو. كنت انت والدكتور مراد وقفين حواليه في المستشفى. تسايلوني انت مين. وساعتين انت سايلتيني وانت. وانت ناسي اسمك ولا ايه. كأنك بتديني المفتاح اللي كمل فيه بعد كده. لا اسمه جنان اللي انت بتقوليه له. وهو مش ده بس الجنان اللي حصل في حياتي. انا قدامك يا مختار. وانت عارف عني كل حاجة. انا كل اللي انا عايزاني. اني مهربش تاني. وعايزك تساعدني على كده. مختار. انا عارفة انك بتحبيني. وانا تعاب. انا اللي قابلته في حياتي مفيش من قدم يستحمله. وما صدقت لاقي فرصة عايش فيها مع ابني بأمان. ولو انت هترفض تساعدني. عايزك تديني فرصة. فرصة ليه. انو هربتيني. الاربعة مليون جنيه هيجننوني. تسلم ايدك. انت هتدفع أربع قرينة. ده الراجل البشر كبير ده. ما هتدفعش ليه. ربعة مليون كتير قوي. ده مئة ألف مئة وخمسين ألف بيك كتير. نشتري بيهم سجل مدني من بابه. انت بشهم حاجة. انا بشتري لعابتي. اه مش فهم. هتدفع أربعة مليون. فورا مضروب ازاي. خب بالك من روحك. الراجل ده حوت كبير قوي. مين قالك الورق مضروب؟ الورق أصلي وأصلي الأصلي كمان. الفكرة مش في الورق. كمان في ايه؟ في الحماية. الراجل هي يحميني. يعمل لي كل اللي أنا عايزه. يا سلام. يا سلام لو بيت واحد من رجالته. بس الراجل ده برضو كبير قوي. الواحد يخاف يقرب منه. يهرشه. 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 هااااااا عيقيا تغرب علي. قرب بسطني. قبله انته كلب يا كلب. هاااكuatingكращه كثيرا. يا رفور. راهت برضو الضار عليهم مسير الحقيقة لا يا وانسي هاوصل لهم شكلك مش عاجبني من ساعة عملية الباركة مكونش الرجل صعب عليك؟ لا ما تخافش مش حيغني عندي خلق عاشية وحش ده بقى علي روي أقدع رجل هتشوفوه دي نسرية بيدلعوها النسر ودي نعمة كل يقرأها نعمة هيوعدوا معانا في العزبة يومين ثلاثة لا مش عايلم الاسبوع يا انس تعال تعال وش عايزة؟ عايزة رايح شوية تعال فك ع نفسك حبيتين شكلك شعيان تعال سلام الله عرص وماتو يا ناس يا حفيظ أولك انتي ما قلت ليش؟ وانت هوائي وانا باقي؟ أرضي يا حبيظة النسر انقض عليه راشا أربعة مليون يا باشا وأنا باقي نفسي ومونا عيني أب العرافي من رجالتك فين فتون نعم فتون الأعمر اللي كانت معاك المرة اللي فاتت يا مش اسمع فتون برده اه فتون انا بقى عايز فتوني انت مش هولت كنه انا مشركتك اه مشركتي ومراتب نعمي وواختي مراتب اللي اتنين مع بعض بص بقى رشد انا بحب الستين فيه ناس شايف ان الموضوع ده عيب فيه بس انا الصراحة شايف هميزة بقى انا بقى ما بحبهمش ما بحبش اغامل بيهم طيب انا بقى مش هزبطلك الورق ولا هأمن لك فلوسك في البنك إلا لو فتون جات لحد دينا اه طب وزنفلك يا بشان ده مش هيحصل انت حر والفلوس وقتها خلص قوم سيجوه انا مش عايزه ده تكتب البيانات اللي عايزة تكتب في ورقك وتبعتها مع فتون ده لو عايز ورقك يتعمل يلا يا حبيبي تكتب البيانات اللي عايزة تكتب في ورقك كل ملاقي ما كان استخبا فيه من الشر اللي بيجري بروي الاقي الثروف بتكبرني انه نهرب واجد هيني مفتر انا قدامك هوني وانت عارف عني كل حاجة انا كل اللي عايزها انا مهربش تاني وعايزك تساعدني على كده وانا عارف انك بتحبيني وانا تحبيني وانا تحبيني من يتحبيني ما تقوموا نطلع نقعد مع المعلم أنس برا والجماعة نشرب كاسين معلم أنس вид انا مش عايز انا بقى بيتها مهربيني الياري قلت مش عايز وخلصت يا مين فتون دي؟ بتعرفي يا مين فتون؟ قونس قال لك عنها اي حاجة؟ مانس ما جابش سيرتها البيت يا سرين قالتلي ان انت وطلتش تتكلم عنها هتولي ليلي يا اخويا بلتك سعيدة يا بيدي وكتب اللي هل نجيت؟ انا كان رائس لي تكة وقاطم في زمالة رقابته ماشي بوشخل وهم فرفر ولولا بس العصابة اللي حوالي سبتني في الأربعة من يروى قال لي وممشي وبعدين خلصت على ايه؟ ما ترد يا راسي؟ تحيوان قال لي انه مستملكة رحيله وانه مش يخلص المصلحة غير ما ترد يا راسي؟ ما تعد من تحت ايه دو؟ لو على كده سهلة انت بتقول ايه ولاية انت؟ هو انا قلت حاجة ما انت اللي بتقول وبعدين بني وبينك كده انا كنت بدور على سكة خلبيه اهو اللي طالب وهي علقة تفوت وانت حتبقى مبسور واقصب بالله ابتحك بديه بتجني انت؟ انسي سيسي ان انا راحت لتخلزيتها بسببك لسيتي وانش يا فتون؟ وانش اللي قبل عليكي؟ وانش اللي ضبحته بسببك؟ فتون الكلام ده انا ما سمعتوش وما هيتعدش تاني كتك خيبة والنبي هترجع مبسور 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 اصدقى مبسور اصدقى مبسور اصدقى اصدقى شكراً طبعاً أنا أرفع قد إيه المرحوم كان قريب منك عشان كده شاهدك على عقد جوازي وقال لك على حاجة ما قلهاش لحد زاكي هاني أهلاً دهلاً سامح عرفتك ما الصور أنت مش جاية هنا عشان تتكلمي أنت جاية علشان تسمعي وبس سامح و هاني عايزين يتفقوا معاك على حل مروري إنك ترجع لهم الشركة وتخلي مبلغ المناسب والحقيقة أنا شايف أن دفير قوي وحل مناسب للطرفين وممكن يتم بهدوء كده وبدون أي مشاكل وأنا أطمن لك نزاية الصفقة أنت طبعاً عرفها ليه مرار كتابك الشركة بدون دخول في التفاصيل داليا المنطق بيقول أنك لازم ترجع لهم الشركة هو ونجة نظر حضرتك ممكن تكون صح وممكن تكون غلط يعني يعني الشركة دي بتاعتي بالقانون وكل الناس بقيت عرفة كده وراتي ما أنت بتستعبطي؟ نعم ما أنت فاعم شركة زي دي بس ملع كم صاروة زي دي داليا ما ينفعش تقديه عشان قدتي ليلى مع بابا الله يرحمه هي مش ليلى واحدة على فكرة ده كان جوزي وبعدين هو تنزلي عن الشركة بمزاجه ما حدش دربه هلقيته تمن الوقت اللي قدتي مع بابا هتخديه ما تقليش واحدة زيك تستاهل كذا ألف جنيه بس أنا هديك عشرة مليون وتتنزلي عن الشركة وإلا أقسم برحمة بابا وإلا إيه بقى؟ ده بيهددني يا معالي الوزيف ما بيش تهدير ولا حاجة اسكت يا سابح أنا عارف أنت بتلفوا جود دوري على إيه بس المبلغ اللي أنا قلته مش هيزيد ولا مليمي اسمع يا سبت أنت اسمع أنت أنا شرعاً ليه فرصة بوك التمن والتمن ده بقى برا الشركة يسوي 2 مليار بس أنا عشان ستة محترمة ومتربية وبنت ناس مش هعمل كده أنا هعمل درينك لنفسي أحتفظ بس بالفيلا عشان ذكرياتي اللي فيها كانت حلوة قوي مع بابي يبقى هقتلك هقتلك ترى اللي انت بتقوليه ده موتك ورحمة بابا هقتلك سجل التهديد ده عندك يا معالي الوزير بما أنك راب القانون هو واحد من أهم موظفين الدولة طبعاً أنت في حماية يا داليا بصول ما أنت هنا في بيدي مفهم أنا بتشكرها قوي يا معالي الوزير المقابلة انتحت باي باي أوقت لما أنتقلت لعزة حاجة اللي أرضت لما أنت قلت لها翼 أخدتني في ايه؟ أنا قاعدة مستني يا الباشا قاعدة مستعق للباشا أنا خاف و أكش من دلوش ما بدي الحجم الله حاجة جميلة عارفة لو ما كنتيش جيتي أنا كنت بعدت اللي جيبك من المكان اللي أنت فيه لما قاعدة يعني قاعدة على كورسكي لا مهمكيش يا عمر وأنت يعني تعرف مكاني مني الشقة الإيجارة اللي في مدينة نصر معنوك أساسا من بلاء بس جوزك تاجر مخدرات وراشد ده محكم عليه بالإعداد إيه بس 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 تعرف ده كله مني هو أنت بتشتغل إيه بالزبط بتكونش بتشتغل في الداخلية لا 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 السؤال ده نسأل هيلة قوي اللي في البلد اللي يعرفوا يجابتوا عارفة ليه؟ ليه؟ أصلا أنا شغلاتي سر سر؟ طب والنبي اللي بحب أعرف السر قولي بس كده راشد يقلق علي ليه هو مش هو اللي بعتك برضو؟ لا يا أخويا فاصر إزاي يعني يبعتك طب بلك لو عارف إن أنا هنا أنا وأنت لا يكسر عظمي دي حتة تحاتت قطع إيدي اسم الله عليه أمر شكرا الله يخذونك شكرا رد عليك ولا ديس؟ مغلق برضو شبكة لايه في المترو المترو هي بس انت رخ هل يا مصر إنت الآن عليها أبو كده ليه؟ الآن عليها إيه؟ ده أنا الآن منها دي فتون دي تودي مرستان طب أم ترك الشاي أولي؟ لا أنا مش عايز طيب قوم روح طب أنا كنت عايزة رجع معاك حسابات الإسبوع اللي فيها لا فيها أبناء غلق أي حسابات العديد يلا أوه بله ليتك كويسة ليتك فل أخرب بيتك يا فتون وغلق بيتك المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة وانا مش وسق قوي كده وخلصت سبعاني خلصت المترجم للقناة 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 انا عطى شافيه ولا ايه؟ شغالة ازاي بس دي باية مليونار فاية الفوقات الجاهي البزنسمان انت شبته معايا مرة جوزها وكتب لها الشركة وباية الميت انا مش فاهم حاجة ولا ما بس آم باية حاجة تانية خالص مين اللي قابل انت بتوليدها؟ قابل ما احنا سافر كانت متجوزة مع احد اسمه راشد وكان هو الدراق ديولر اللي بيجيب لي مخدرات هاي ده اطلقت يعني فاش حيك وبعد ذلك اخبرتك انها مستانية فرصت وي قتلها انا ممكن اخذ العربية اخذ العربية شوه بس انا مش هتخرش لحد ما ترجع اوكي تخرش انا اتفاقك 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 ترجمة نانسي قنقلي تاريخ إن تذكري فكرت اللي احنا اتكلمنا فيه وبصراحة مش شايف حل يناسبني غير اللي انت طلبتيه انا لازم افضل جمك انا بحبك كده ليه حتى بعد ما عرفت كل البلاوي السودة اللي انت عملتيها انا فعلا لسه بحبك لا مش هينفاهم اختار انا قاعدك تقف جمي بس ده مش معنى انه اي رجل تاني يدخل حياتي انت مش عارف انا خايفة ازاي حدي بقى عنده الشركة دي كل ده وكيف ولاد مراد اتفاقه مع الوزير شفي انه يضغطوا علي وياخدوا مني الشركة يعني دعوة الوزير كانت لشان تقابلي سامح وهاني وهددوني هلوية اه قالوا كتير سامح ده لو كان يطولي ياخد مصدس يضربني بالنار ما كانش يقلق ولا هاني قاعد يقولي انه ده كله تمن ليلة مع ابويا اه هي كانت ليلة وكان جوزي بس يا مختار ما حصلش بيني وبينو حاجة انا كنت عاملة نفسي قدامه انه مش فارقة معايا وجمدة ومش خايفة بس انا كنت مرعوبة مجوي ده متوقعة من اولاد مراد طبيعي اعملوا حاجة زي كده انا غلط ان انا مجيتش معك حسو كنت هتعرف من ايه مخترق انا بجد مرعوبة بس يا داليا انتي بقاتي صاحبة شركة ده امر واقع بس انا انا عمري ما كنت تخيل انه كل ده ممكن يحصل معي مش عارف اتصرف ولا عارف اعمل بالفلوس دي ايه والشركة انا فعلا مش عارف اتصرف لي واحد يا مختار انا عايزك تقف جنبي وتسند انا فكرت اتديك فلوس عشان الموضوع ده بس لا ثانية واحدة انا فهمت ان انت اكبر من الموضوع ده كتير عارف يا داليا انا انا جيت النهاردة علشان اطلب منك انك تتجاوزيني بس يظهر ان انا معاك يبقى دايما خطوة متأخرة لا اول مراد ودلوقتي مش عايزاني يقرب منك يا مختار فهمي الموضوع مش فيك انت لا انت ولا غيرك ده انا اول مرة احس ان انا هينفع اقول لا وديني بقولها وانا موافق 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 علي ايه مالكون من تحت امرك لغاية لما تغيري رأيك ولو ما غيرتش رأيه هتغيري انا ساعتها بطان سجاير بجد بطان سجاير برافو انت كده بقى نتدور لك على العروسة وطاعت في البيت ايه ده في الفترة غيابي بأدامة خفيفش يا عظيم مرسي يا بيب طيب 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 هزرنا وحمد الله السلامة والحاجات دي كلها نلزم نذكور دلوقتي حالان عشان انا حكتي خلصت وباموت من مبارح بيس اتكلم حد مذكور مني طيب يلا اتكلم عطو لا عطو لا عطو ده كافر اصلا وبعدين ليه عندي خمس تلاف جنيه لو كلمته هيقعد يقول لي هاتي خمس تلاف جنيه وانا بصراحة مفلس وعملوا حسابك اذكرت النهاردة يا هتبع على حسابك يا هتبع على حساب الأستاذ انا ممكن اتكلم مع راشد خليان معيك وكادو قصة انا هو بين اصحابه قوي واحتمال قبله بالليل راشد فاكرين يا جماعة السيرفانت اللي كانت عندنا مرادة راشد كان اسمها سالي ملا بقيت مالتي مليونيرا نعم مالتي مليونيرا ازاي طبيعي انا عدت مع راشد هو بيديل شارلي بملايهين وطبيعي ان مراته تبقى مليونيرا لا ماما قابلتها في حفلة كبيرة وعرفت من انا بقت صاحبة شركة عقارات كبيرة جدا ومتجاوزها دلوقتي حد تاني غير راشد هو بيزنسمين كبير اسمه مرود هي عم الفاتسي اللي انت بتقوله لك ماما القصة دي ما تشغنيش خالص انا اللي يشغني دلوقتي يا انت تكلمي دلوقتي راشد عشان نذكوري اما حد يكلم اي حد نذكور دلوقتي بزبط هذه الحياة دي كانت مملقة يا جماعة كنت في أزمة كبيرة معاكم الحمد لله خرجت من نحن نجوه انتوا وبسطوا وذكوروا وعمل حياة كده وبهو ما تكلمونيش باي باي شاو شاو اولاد ده ليه بقت قيل او كده ليه ليه بس فرحانة عشان هو لسه مبطل كلها يمنوا يجايدوا بتاني اصلا يعني هما اللي بيبطلوا بيبقى دمومتي الى او كده مش عارف بقى مش عارف صباح الخير ازايك يا مخطوع؟ ازايك يا سامح ازايك يا سامح مخطط ازايك شغل ويا اهو يا سيدنا اهو يا سيدنا بابا الله يرحمه كان بيحب المكان ده اولي الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه انا عارف ان مختار ان كنت بنحب بابا علشان كده الغاية دلوقتي انا مش مش قادرة في الموقف الله انا سامح اللي مش فاهم انت عايزنا اعمل ايه بالزبط توقف جنبنا تساعدنا نرجع الشركة وعدين من اللي انا عادفه ان انت قريب جدا من اسماك داليا دلوقتي وداليا ما عندهاش نية انها تتنازل عن اي حاجة بس احنا ما قلناش تتنازل انت هتقدر يا مختار تخليها تمدي على اي ورقة او شيك منغل ما تاخد بالها بزمتك انت متخيل ان انا ممكن اروح اعمل حاجة زي كده مختار احنا فالطة كبيرة ولازم نحلها واللي سامح بيقدمه لك ده هيبقى ديل ديل ايه بقى هتديلك توانت فاي ببرسنت من اصول الشركة وكمان كورسية مجلس الادارة ايه رأيك؟ تشفينا يا مسامح هتديني حاجة مش بتاعتك ازاي يعني تراح فين اعض احنا بنتكلم ايه ده؟ مع السلامة ده تجني اوه دي بنا يلو هيدا يلو اوه دي شهادت الميلاد اوه دي البطاعة اوه دي شهادت الميلاد ألف مبروك يا عدل بيه الباشر الكبير مبسوط منك قوي انت وفتول ايه معلم في ايه هو اللي قال لي كده برضو راح اتقول له الجازمة من وراه انا كنت خلص مش عايز الورقة واستعوضت ربنا في الاربع مليون والله وعليه توب ايه بتستعوض ربنا في اربع مليون جنيه يا راشد انت عبيت يا راشد ايه كانت مراتك قال ليه؟ افلوا نبا يا هاب على الحردة خالص تمتك اسمها سالي سالي؟ لا الغريبة كريم قال لي انها كتشغالة عنده وانها اسمها سالي كريم رجع؟ اه قابلت الصبح في النادي وقال لي ان ممتشفتها في حفلة كده عسلية؟ سوري سالي يعني سالي كملي بس كده هو دلق الهولي كريم ايه فإنهون قال ايه مين لسه صاحي؟ مين لسه صاحي؟ معقولة بتتبخ بنفسك اه بتبخ بنفسي يا حبيبي تقيت رجلك الحلوة دي اه ألبس يلا يا دوسة لو سمحتك الله ينام يلنا عن نوم بقى عشان احنا بقينا متأخر يلا يلا تطبخي ايه زي ما انت شايف وانت بطبخ طبيق كمان تحولي هنعمل ايه موضوع الزي ما نختار انا خايفة لو يطردوني مظنش لا الفيلا دي تمانها بالكتير ما يجبش اشين ميجون جديد واعتقد يعني لو عملوا كده انطالبهم بالورث هنو بيعرفوا يحسبوا كويس مش عاملوا حاجة زي كده انا بحب المكان ده قوي اول مرة جيت عالفيلا معمورات كان سندني على كتفو احنا دا جعي من المستجر ويوميها قال لي ادخلي لبيت بيتك عملي ما كنت اتخيله ممكن دا يحصل بجد انا كل ما افتكر ان انت قدرت تقنعيني انا وموراد وكل الناس انك مش فاكرة اي حاجة بسرعة اخاف منك ولا موسلة في اجدع فيلم مش كده برضو ما انت فاكرة من دي اصعب حاجة عملتها دا انا مرة في المينيا عدت شهر مبانطاش عمنا فيها خرصة بس والله ايك انا غصب عني انا ساعات لما افتكر الايام دي احس ان انا كنت واحدة تانية مش انا طب تسدى ان ولا حاجة من دي كانت مترتبة كنت لابسة ان يتوش في بعض يا طرى بقى هاليومين دول انت لابسة ان يوش فيهم مع شهين ابني انا لبنى وفي الشركة انا دالي ساعات كتير با بافتكر و بتوحشني زينب أفسكندرية كانت ايام هدوء بسzkاندرية بسętارف مين الاكتر واحدة وحشاني فيهم ايه عسلية كل ما وص في مرايتي بشوف عسلية عسلية اللي هربت مانا تساعدني يا عبا انا فسحت لك الكيس افتح دي كبير فيه يا راشد انت ايه اللي جايبك فوقت وتأخر زي ده وعرفت اني انا رجعت من الصفر فيه يا عباك دلوقت يا راشد فيه ايه ما تتكلم معي ايه اللي بتتكلمني كده ليه اهدى يا راشد اهدى انا ببقاش ليا علاقة باي حاجة ليا علاقة بالضرب ولا بقاش انا مش جاي الضايف ماشي يا سمر انا عرفت من سمر ان انت هو مكشفت عسلية عسلية اكيد سمر بتقول ايه كلام انا لسه رجع من الصفر يا راشد ما ريش جواب الحاجات دي خاص دا اقول لك يا كريم هجيبلك رقابتك فيه يا راشد انت بترفع لها مطف بيتي يا راشد اه وبحك كمان بس يا راشد ايه دا ايه دا الشامين دا راشد يا اماما راشد انت جوز عسلية طب انت عايز ايه دلوقتي عسلية فين هجيب رقابيك كنتو اللي اتنى وما تكلمتوش استنى بس استنى بس انا شبتها شبتها هي دلوقتي ما بقاش اسمها اسمها داليا نور متجوزة بتعمل اولاد اسمه مراد الجرحي وبتدير شركة روح لها هناك وكمان انا ببقاش لايق اي علاقة بالمخدرات والحاجات دي والله العظيم بطار هو خلاص بعد بعد تمام استنى راح فين انا هجي مايك انت ستاة هنا والوادي يا بيت طلع كريم ايه خرب بيت سنينة يا فتون يا فتون يا فتون يا فتون ايه في اللي عايز اقول لك حاجة مهمة استنى بس ايه في اللي عايز اقول لك حاجة مهمة ايه طيب ايه في اللي طيب يا حبيبتي هرجع اكلمك تاني باي باي يا اختي لقيلنا يا عسلية انت خريف ده زي ما بقولك كده عارف الوقت كريم اللي كانت شغال عنده في البيت اللي هو شغال مع ابي بيع مخدراته وأمه قابلتها في حفلة اه طب واحناعمل ايه انا روحناها طبعا انا روحناها انت عايز تودي نفسك في داي ايه تنسيت ولا ايه نسيت ان العسلية هربت منك عشان انت قتلت الحسن لو روحت لها هتسلمك مفيش الكلام ده عسلية بقت غنية دلوقتي وعندها شركة وملايين غنية شركة ايه وملايين ايه جبتهم من اين يعني دي كانت ماشية بقبت هدومها يا ستة لما روحناها لوانعرف حكايتها هنروحناها فين دي؟ الشركة؟ شركة مراد للمأولات الشركة مراد للمأولات؟ ايوة ايه مشكلة؟ خلص سجارتي واقومة لبس كن باشي وحصاوليني بقى غير هدومك كويس ان انا رجعتلكم المكتب النهار دي احنا عملنا كده كل الشغل اللي كان متأخر علينا كل واحد فيكو عمل اللي كان لازم يعمل وشكرا وانا اسف يا جماعة ان انا اخرتو كل حد بالليل بالعكس يا جماعة اللي عملنا النهاردة ده كان مهم جدا وانا هبلغ مختار بكرة بمواعيد تسليم الوحدات اللي اتفقنا عليها تماما نيس خد الشت ده وصوره وغاته لبنك تماما قدر اساسي مروا لو سمحتي انا عايزيكي عشر دقائق عشان موضوع التصميمات حضر علي بحر كنت لسا جايلك عشان وراء التصميمات فضل لي شكرا ايه ده يا عمي ما الناس راح يا جاي يا اومر بتقول الشركة هافلة ليه وبعدين بقى مش قلت الحضراء بكتر من عاش المرات مش هينفع يا باشا يا باشا احنا بقى لنا كتير ملطوعين في العربية برا شوية عندها كتماعة مهمة شوية قاعدة مع استشارة مش عارف عاملين ازاي واحنا جاينا قابل وضرات التموين يا فندم ده ليه هنم ده رئيس المجلس اللي درها مش هينفع يا بلا من اتوقت معي طب عليا النعمة من نعمة ربي لو عارفت اللي انت بتعمله ده لا تكون مرفوضة على ايه دي اللي هو حضركم ايه اه انا فتون اختهاش ايه بتبتقولي ده واحنا مش لازم نعمل مفاجأة يعني هي تعرفوا السلام طب انقاسف يا فندم بطيقكم يا سيدي لو على البطيق اهي البطيق بس دخلنا بقى بش ايدك يعني تلاطعنا كتير خد فتونة ايه اختها انا اسف يا فندم ده اجراتي الشركة انا اسف يا سيدي ولا اهمة انا وخش باللق مش بشرح يا اخوي يا الله ده ايه الارضة وصحب ليه كده صاحبك ده 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 طيب تصمينات هام حلوة عجباني بس متهاري محتاجة شوية موديفكيكيشن شوية لالوان برده أوكي بس كده همعنا هستنى مختار slide ما يجي اخد رأيك بالموضوع اه طبعا مستاذ مختار ده انسان عساس و و راقي جده و فنان كبير قوي هو حضرتك فنان تشكيلي وموهوب كبير وعند حضرتك حق انك تقضي رأيه كده مختارك انا قرب حد لمراد وجوزي الله يرحمه الله يرحمه عشان كده انا بسط برأيه عمو مالح اخبار الاهلانات بتاعت الكمبان اللي تصورت ايو مالح لازم اعرف انتم مين عشان ابلغ اقول لها اختك وانت اتقط بحلق لنا طول النهار خطر افسر خلاص ماشي حاضر ثانية واحدة ده ازهق ده عارف معلش فنان ما نقاس في ده بس اصلي فيه واحدة وقفة بره مصرر انها يتقبل حضرتك وبتقولي انها اختك بعد كده لازم تقولي ان انت اختادي امه لاقول ايه ما تتنين انت سكوتي يا عمه خلينا نخلص الناس عايزين انا قبلها وخلاص لازم تقولي اختها حتدخلي لما تعرف ان انا اختها افرنت اقافة شتفة بمغة وما دخلت حالي هادخل حفتح الباب وادخل اوه انها راجل كده بس بصراحة ما عليش هو طب ما تدخلهمش قولهم يستنى عشر دقايه خلاص اوكي خاطة اتفضل ايه وكن لي مره عشر دقايه وما دم دالي هتقابلكم هتتحركوش من هنا ايه اللي حدل بيت الشكل هتغير خالص هي عشر دقايه وهتقابلكم وادخلص الحقني يا مختار راشد وفتون على القبيب من الشركة بسح لي يا اخويا من خياتي حبت وقلبي من جوا النبي يا حبيبت انا كنت يعرفاني اخذك في حدين من زمان اختي يا عسلية يا عمر ما عليش يا فاندي ما انا اسف جدا بس ما قدرتش املحهم الدخول انا اسف اه تفضل انت يا سعد حب تغيرتي عسلية ها تغيرتي وحلوتي واتدورتي كمان انت بتكلم مع مين مين عسلية؟ انتي عسلية مراتي عسلية اللي رجالي ابولها كلها كبت حون حواليها وانا اللي حميتها واتجوزتها عسلية اللي يوم فرحنا دخلت عملت لها العاشر عسلية اللي ليلة دخلتنا عيضت وانا على رجليها يا اختي اللهم اصلى على النبي ايه دا كله يابت حملت دا كله امتهي بنت الارد لا انتوا فاهمين الموضوع غلط خالص انا مفيش عسلية هنا انا دانيا الموض صاحبة الشركة دي kom ốc طب ما أنا عادل فكري رجل عامان وانا يا أخوية زيمن في طول لا يا عسلية لا ما تعملهمش علي أنا خلاص أعرفت كل حاجة جوزت علي أتنين ويعالم من تاني وخلفت نونا بس من الحرار النونا يا أختي ده أنا من ساعة معرفة اللي تخلفتي وأنا نفس أدل عن الله شبهك أكيد شبه هم الله يرحمها فأقول لك أنت وهو أنا معرفش حاجة عن الكلام التافح اللي أنتوا بتقولوه فتحوا الباب اللي هناك وخرجوا برا ونسوا أي حاجة عن الموضوع ده وقال لك عيد عيد لما تجد تتكلامي مع جوزك أن أنت سبتيه وهربتي بقى لك يا أما وتجوزتي على كنين ويمكن أكتر تبقى بتتنفضي وانت وقفة راشد الغول اللي ممكن يقطع لك رقابتك بس أنا مساء معقولة كده يا راشد لا يا أخويا ما يصحش البتة تتخض الله وبعدين ما يمتعش ده إحنا عائلة واحدة أمه ليه؟ أنا كان غرضي بس أقول لك إن أنا عملت فلوس كتير أنا وراشد يا عائلة وانت يا أختي عاملة فلوس اللهم وصل عندنا بيهم نحط الفلوس على بعض ونبعد نجيب علي وراشد أهو اسم الله علي موجود ونعيش عيشة فل كلنا إيه داليا في إيه؟ الحق الأخوة مين الناس دي؟ ناس دي؟ الناس دي أوسخ ناس العالم ها؟ ها ها ده مين يا ابني أنت وهي؟ تقلع على الله يلا تقلع برا؟ أنا الوزهر أنت مين؟ أنا المختار اطلب لهم الأمني مختار خد لي بس رحبيني عنزين مني إيه؟ زيبوني في حالي بقى اطلب البوليس بسرعة في ناس هنا تتهجم على داليا هاني أيوة هنا في المكتب بسرعة اطلبة قبيت يا فخار ماشي يا عصري أنا ماشي بس بولك إيه؟ أنا رجع تاني سلام يا المختار يلا أفتول سلام يا بنت أبول ماشي يلا أفتول يلا يا أخونا يا أخوي على مهلك بتجرباني كده ليه؟ يلا يا أفتول بقى يلا مش وقته هات البطاق في مكتب الأمن جهو سوانا جاب الحضرة طيب يا أخوي هات البطاق يلا تحرك تحرك يا عم البطاق مش مهم ملك مجرجاني كده ليه؟ واحنا خرجنا برا الشركة خلاص يقول ايه؟ بقولك بلاهوا البوليس سعصال ايه يا عمرها ما هتسلمك يا أخونا وبعدين هجي يا مرطوطة وعليها تمنيح حق أنا غطان أصلا إن أنا جيت هدف أنا عرفت مكانها ومش هحلاها يا عم استهدى بالله يوه لم يكن هناك أن هذا لك مانا ما هو بسه؟ من فومي؟ شعر يا اخوي لو بلغت عنات ما انت هتحكي الموضوع ووحدة بوحدة تا بقولك ايه انا هخلي عطوي ارجع الشركة واسأل على بيتها فين مش في السوق استنى يا اخوي اتهدى وبعدلنا بقى نتكال ما بص قدامك يا اخوي لها نعمل حادثة ما انا باصي السوق ما تيجي تسوق انت يا فتو ما بعرفش سوق ايه بقى تسكوتي بقى الميلة اللي احنا فيها دي اهو بالراحة شوف الولية خرجوا من الشركة بسرعة وما خدوش بطيقه وانا اتصلت بالشرطة وهعمل فيهم بلغ بالبيانات اللي موجودة في البطاعتين ايه شرطة ايه مفيش داعي للشاوشار يا مختار لا مفيش داعي خلاص طالما مشوا انت بشدو مشوا خلاص لو حد من الشرطة اللي انت كلمتهم سأل بقولهم الناس دي هاربت حاضر يا مختار بيه بعد اذنك فتون سعيد سابت اختي او اللي معاها اللي معاها دا بقى هو راشد اللي اتنيلت اتجوزته ايه بستعم المطاقتو بتقول انه عادل فكرش حاد اكيد مزورة طبعا يا رب يا رب درجولي من ايه تعرفوا طريقي من ايه انت خافة كده بيه ما فيش اي حاجة تثبت ان انت عسلية اللي هما جايين ندوروا عليها يعني انهم بلغوا عني مش دا قصدي يا مختار مش دا قصدي راشد مقدرش يبلغ عني ايه؟ راشد قتل اتنين يعني اكيد محكم عليه بالاعدام طب ايه اللي مخليك المروابه مني؟ عشان عارف طريقي يا مخطور مش هيسبني في حالي صفرني اي بلد انا وابني شاهين انا لازم اسيبه البلد حالا تسيب البلد دا ايه وتغربي ايه عشان داف دا امر صحيح جدا مش بتقولي محكم عليه بالاعدام خلاص نبلغ عني انت متعرفش راشد راشد دا شطان شطان ماشي على الارض خلينا اختف يا مخطور اروح اي حدة انا مش عايز اعود في البلد دي خلاص عارفه طريقي فتون دي فتون فتون هي اللي بوزت حياتي ما كانش لازم يعرفه طريقي كانش المفروض مش هينفع نفكر وانتي في الحالة دي انا هنصرف وما حدش هيقل رئيزيك طول ما انا جابلك مطلولي منين دول يا عاطف باش انا عايز رجالتك يوصلوا للفيلا النهاردة طقم حراسة كامل ويكون مسلح لو سمحت فيلا مراد الجرحي انت عارف يا فتن ليه بكرة ليه اه طيب يا ريت الكلام ده يحصل من بدري لو سمحت متشكر جدا مع السلامة خلاص من بكرة الصبح اكبر شركة ام في مصر هتبعت لنا حراس مسلحين يحروسوا الفيلا بكرة بكرة يا مختار راشد مش هيستنى البكرة راشد مين بس اللي انت خايفة منه ده راشد قتالي القتلة راشد اللي حرق قلبي وتجوزني وهو قاتل الحسن راشد اللي ما بكرهش بني قدم في الدنيا زي ما بكرهه طبعا عادي عادي اهدي بس اهدي دلوقتي انت بتتكلم عن شخصية تانية خالصة عسلية البنت الغلبانة الفقيرة اللي ما فيش في ايديها حيلة دي انتهت خلاص معاتش في منها اللي موجود دلوقتي داليا نور اغنى ست في مصر ياريت نفهم الفرق ونتعامل على اساسه تعالي هزوقك في مياه؟ ياريت اغنى علي انت قيت بتلني يا علي انا مالي كنت عايزين مني انا ما صدقت اهربت منكو مروح هاز تقتلني ، اه ما عاصلي انت انت يهل 쓰는 داء انتreich بك، أنا انتعايزة مني عايزة مني انا كل الي عايزة هيش مع ابي من غير شر ته شق شعر شر شر تهليني ابنك انت انتخلفت انت ورن due طريقا راشد وفتون فين يا عسلي؟ انت هتبسل يا علي ما انت عارف ان انا اتفشت منه بعد ما قتل الحسن وبعدين انت هنزيله ومش هم اللي بعتينك انا ما اعرفش اي حاج عنكم من يوم ما دخلت السكن لا اعرف عنك حاج ولا فتون ولا راشدهم ما فين يا عسلي تفين امال انت جيت انا ازاي لو مش همال اللي بعتينك هم بعتوك ليه يا علي عشان تقتل مين مش همال امال مين مين يا علي اللي بعتك هانا انت بقيت قتل القتالة ما ترد انا قيت هنا انا عايزات الوحد اسمها داليا من داليا دي عسلي من داليا عزي قتل داليا انا انا تبقيت قتال وطالا عادي كده مين اللي بعتك تقتلها بس ادي دي نختك ايوة بقيت قتال وطالا بعتني واحد اسمها دا دا جبت من رجد فيني عسلي من رغ��세요 من رغوتي فيين من رغوتي فيين من رغوتي فين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر انت عادل ده ما هو راشد بسمي نفسه عادل علي لو سمحت ولهم بقى يبعد عن حياتي ولو عايزين اي فلوس مليون اثنين عشرة انا هديوه يبعدوا عنه مالك 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 علي علي كان عايزه يقتلني كان هيدبحني وأنا نايمة ما اللي انت بتقوليه بقى علي ميه ايتيك؟ علي جزفته ناختي اللي كان في السجن سامح بعته عشان يقتله سامح؟ عليزي هو سامح يعرف علي منيه انا ما عرفش اللي وصل عليك سامح ابن مراد الناس دي مش هتسبني في حاله مختار انا عارف انه مش هيسبوني في حاله أنا وابني انا مرعوه بقى طيب طيب هو عندك؟ لأ عندي ايه بس؟ مامشيش غير مديته بطاقة فتون وراشد طيب انا بغير هدومي هو انا اسفت السكة وهكون عندك خليكي مع شهين وخلي فاردوس جنبك جبني مينو سمعت خد يا ايه كل حاجة هتبقى كويسة صنع كل حاجة هتبقى كويسة في واحد اسمه الصاوي الرجل ده في طريق الصف هتديك رقمه تكلمه وتروح له وتتفق معه لعشر رجالة باي تمن يا عطوة باي تمن اوامر جرى ايه يا راشد ايه انت تخبط في دماغك الرجالة دول هتعمل بيوم ايه واختافة ايه تخطف مين ينصبتي السوداء هو انت فاكرة عسلية دي هي عسلية بتاعت زمان لا يا اخوي اصحى دي بقت هاني وشركات دي ساكنة عند الناس الكبارات قوي انت تجننت ما تتجننش يا راشد ما تتجننش وتضيعنا الكلام دي صح الديني يومين اشامشملك وافهم اللي حواليها دي راجد عام في ايه وانا جيبها عورة في وشها دي انا هاعد اتكلم معاها يا عم هي عبرتنا لما رحنا لها الشركة دي ولا بصت في وشها عشان كنا في الشركة وحواليها الناس وهالامة انما لما اجيبها هنا ونقعد لوحدينة وافهمها ان انا بحبها وقولها ان انا بسامحها على غلطة جوازها توم هي كمان بسامحانها على غلطة الحسن مش كده ولا يا فتون غلطة او صد غلطة هي ايه حكاية الحسن ده انا ما عرفهاش البشا بتجلب وار كده اخبات بعدين الو عايزك يا فتون ايوه يا فخامة عايزك يا فتون دلوقتي والنبي كان على عيني بس لمو اخذة يعني اصلا ورشد في موضوع كده ومشكلة ومش هقدر امشي انا قاعد بشرب وفضل في الازازة شوية صغيرين على ما خلصهم تكوني هنا طيب 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 يا اخولي حاضر حاضر بالسلام انت مع السلامة فيه ايه؟ ساكران وبيزعق وعايزنا يروح تروحين فيني يا اوليه انا مش الله بقى عم بطل الشغل العرف ده تتقبلت ايه؟ بقولك ايه؟ مقدرش اقول لقى يا اخولي ده عارف اولنا واخرنا وحنا فين؟ وبنعمل ايه؟ وحنعمل ايه؟ يوه جرى ايه راست؟ فيه ايه؟ ده هي ساعة الزمن يا اخويا هروح وارجة وبعدين ما انا ايلالك على كل حاجة انت هتستهبل شوفي عشر الجلب باي سعر ما تفصلتش معاك اوامر بتي مصدقة ان الحصل ده ممكن يكون صدفة؟ والله ايه انا بقيت بصدق اي حاجة علي مكانش جايقتي العسلية علي كان جاي يقتل داليا عارف يعني ايه داليا؟ انا كان ببني وبين الموت سانية سامحوا هاني عمو كده؟ غريبة علي قال لي انه هما دفعوا له فلوس كتير قوي عشان يقتلني هيستفيلوا ايه بس لما يخلصوا منك يعني؟ الشركة خلاص مش هتبقى بتاعتهم؟ عشان ينتقموا مني ده كفاية ليهم انا مش عارفة لي سبتش هيند واحده جوا هون ما اجيبوا يعود بالنهانة ليه بس كده خليه انت مش سابقى مع فلوس؟ خايفة من ايه؟ لا ولو انا بقيت بقى خايفة كلها ساعتين ثلاثة والامن هيجي ومش هيبقى فيه اي حاجة خايفة منك طب خلي جميع مختار لغاية النور ما يطلع خاطر عملك اهو؟ عشرة اهو صح صح شوية يا رب مقدم صبح حسيف بكتب مكافحة المخطرات انت البواب؟ لا انا السنكورت اللي هنا انا اللي بسكينهم واخدهمهم واشوف طلواتهم وحل الرزق عادل فكر شحاطة بساكن هنا؟ ايوا باشا في الدر الارض ده مين ساكن معاه؟ مراته، السيت فتون مراته؟ ايوا مراته ساكنين هنا بقى لهم ادي ايه؟ تقريبا حوالي ثلاث سنين هو عادل باشا ده ليه في المخدمات يا باشا مش كده؟ حلس ان يتحرق عنه والله انا كنت شاكك فيه والست فتون بتاعته دي ست مش مزبوطة مش مزبوطة ازاي؟ كانت مرافقة عيل في الشقة ده يا تسمو ناجر كده عايش مع بول واحدة وتقريبا عادل بيجوزها ده عارفهم طنيش وطلعوا عقد جوازهم وانا شفتوا بعناية كان عقد جواز عرفي اسمك ايه؟ سيدة باشا روح من هنا يا سيدة حاضر حاضر يا باشا مش عارفت نامي؟ لا ليه كلا؟ خايفة من ساعة ما شفت عاري وانا فتكرت الايام السودة ايام ما كنت بخايف ممكن ما تخافيش وانا جمت ما خافش يا مختار دول دخلوا بيتي النهار ده علي بدر بكرا هيكون مين ربنا يستر موليك يا ده ايه؟ تيدي متكوز نعم انا عارف انو موضوع غريب شوية بزياد دلوقتي بس انا عايز اغضر جملك عايزي تيدي معايا على طول في كل مكان ومش شاكله لا اه نعرف حساسك بالامان امن اي مختار انا خلاص بقيت حسة انو محدش يقدر يحمينا ده انا بقيت بخاف من ناس كلها حتى انت مختار بيتحس اني بخاف منك تخافي مني انا ليه انت بقيت تعرف كل حاجة كل مرة بتطلب مني انك تبقى جنبي وانا مش عارف اعمل ده خايفة لا يجي وانت كمان تنتقل مني خلاص انا اخرج انا ببرا لغاية لما الامن هي اعملش مختار انا اسفة انا عرف ان انا بقول اي كلم تسعلش مني بليز اعمل 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 يا راتيا يا راتيا يا راتيا ليش يفتوم لايان أصلاح دوال لايان دوال ليش يفتوم انتسبتوا يا راتيا على الكشارات اللي انتي فيها احساهم جاية استخر عنده باك سبع ساعت فتون ماشي ذكر ذكر يا ابن عمي ذكر يا علي عبد الله يا علي عبد الله هفت بكان دبين اللي يسال مايتوفش فتون فين يا راشد فتون فتون بجيب حاجات للبيت وزمانها جاية عبد الله على السلام علي البيت حال اه تغيرت يا ابن عمي تغيرت اختارينا وفتوه بعد ملايين يا علي ملايين اه عملت ويا تاني بعتوني بعتيني يا راشد يا يا علي يا علي يا علي يا علي يا二 يا اشتركوا في القناة 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 قتلته عي الوسخ وغاين سبت له مراتين عشان ياخد باله منها ويرعيها طمع طمع فيها مش بس كده نسبها الدور على حل شعرها فتون مراتي وحبيفت اللي مفيز زيها مراتي وحبيفت اللي مفيز زيها هيا برضو هيا تستاهل القتل ماتخافيش أنا مش هعمل كده عارفت لي عشان عشان أنا بحبي بحبيك بكت سأنتي برضو تستهلل أتلا تستهل وهو الراجل لما مراته تغلط لازم يربي يا أنا أنا مش هعمل حاجة تخفيش تخفيش السنين السجن شرف اللي برمطي حياة اللي ضيعتي ده اللي تمنفتون أنا مش هعمل حاجة أنا بس أخليك كل ما هتبص في المراية تفتكري تقنمي حاجة أتولد كل غرزة في الشكل كل غرزة في الشكل أتبريها من الدين في الأليك تأنتي بنيفتون تغرزه سرور اه هو true اه هو هو اه 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 شكرا